برحب حضراتكم مرة تانية وبرحب بديفي وضيفكم النهاردة النقد رادي أحمد مجدي عشان زي ما بقول لحضراتكم أحداث كتيرة جدا جدا على الساحة العالمية عن ناقشها وعلى الرؤية الفنية وكمان على رؤية أحمد في البلندور وتراقب الجميع من الفائز بالبلندور السنة دي مساء الخير يا حمد مساء الفول يا كابتن هجم سعيد جدا أنا مع حدث حبيب طبعا هنتكلم على أحداث كتيرة جدا جدا هنبدأ معاك بالدوري الأسباني ويمكن الحدث الأكبر قالت رونالد كومان من الإدارة الفنية البرشلونة لكن عايز أخد رأيك يمكن في التسريبات بالنسبة للقائمة الحاصلين أو المرشحين للبلندور السنة دي ومحمد صلاح في المركز الرابع طبعا ليومندويسكي ومميسي موجود طبعا وكريم بن زيمة في مركز التالي محمد صلاح في المركز الرابع اللي قلته في أثناء الإنترو أن التسريبات دي كل سنة بتخرج بنفس الشكل والغريب أنها بتبقى النتيجة النهائية يعني بتبقى فيها الغد دلوقتي 100% اللي بيخرج هو اللي بيكون النتيجة النهائية هل رؤيتك إيه بالنسبة أولا لوجود محمد صلاح في المركز الرابع وكمان ترشحاتك تعتقد من الفائز بهذه الجائزة السنة دي بداية في نقطة التسريبات يا كابتن السنة دي مختلفة لأن هي مش واضحة وفي أكتر من اسم مرشح بارز كل واحد دي عوامل بتقويه وفي نفس الوقت فيه أسماء قوية جدا كانت يعني زي ميسي مثلا كان داخل السيزون ده واخد كوبا أمريكا مرشح الأول تقريبا أنه هو ياخد البالوندور السنة دي ولكن بدايته المتواضع جدا مع باريس سانجرمان هو حتى لا يسجل ولا يصنع أي هدف على مستوى الدوري يعني سجل ثلاث أهداف دوري أبطال أوروبا ده أضعف حظوظه وصاد اسمين بالذات ليفندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بن زيمة كمان ثلاث أسماء بيتقلقوا بشكل كبير في مطلع الدوري فالتسريبات من هنا بتكتسب قوتها لما دي بقى الوضع مصير للشك ده أولا ثانيا من قوة المصادر قوة المصادر اللي بتسرب بس لازم نلتفت لحاجة بسيطة صحفيا أنه أولا صحيفة قاس يعني التسريبين الكبار اللي حصلوا في المسألة دي هي صحيفة قاس وصحيفة مارك صحيفة قاس سربت الأول نتيجة تصويت الصحفيين نتيجة تصويت الأولاني وده اللي قال أن اللي يوني المسي بفارق بفارق يعني يواخد 46 مم من الأصوات يعني قرب النص على مستوى الصحفيين على مستوى فاكتور وعامل واحد من عوامل التقييم احنا زي ما حضراتكم عارفين فيه كذا عامل يعني تصويت الصحفيين قادة الخرق المدربين ولكن التسريب بتاع مارك خطير جدا لأنه هو جاي بالإحصاء النهائي التنقية النهائي وده تسريب آه ده تسريب ممكن يكون دل جدا لقوة المصدر وزي ما قلت لحرارتك لإيه أن التصويت تقفل 29 يعني تقفل والإعلان الرسمي يكون 29 نوفمبر فالتسريب ده تسريب قوي جدا واسم روبرت ليفندوفسكي اسمه منطقي ممكن ما يكونش الأكثر منطقية في مطلع الموسم لأن أنا وجهة نظر الشخصية كريم بن زيمة ومحمد صلاح بيقدموا مطلع موسم هايل جدا حتى أقوم ليفندوفسكي اللي مستوى التنفسية في الدولة الألمانية أقل ولكن اللغزي الكبير هو الزالي ونيل ميسي أضعف حظوظه حتى يعني يعني لما لو جينا تكلمنا في ثلاث أسماء مرشحة بقوة هنقول محمد صلاح ليفندوفسكي كريم بن زيمة يعني ميسي فقط أفقد نفسه حظوظه بنفسه بالبدال المتواضع اللي عملها في باريسة الجرمان بالنسبة لنقطة محمد صلاح يعني إحنا قل ما تلتقي العاطفة والعقل يعني بس اللي بيحصل من محمد صلاح الفترة دي هو الحقيقي اللي بيخلي العقل يبرمج كلام العاطفة ويخلي صح لأنه ده منطقي جدا وما بقاش كلام المصريين وما بقاش كلام العرب وما بقاش كلام حد هو في رأي عام عالمي بقوله أنه أفضل تقدم دلوقتي كورة القدم العالمية هي تقدم محمد صلاح صحيح فزي أقول حرارتك مسألة التسريبات آه لها دلالة فعلا لأن المصادر قوية جدا ولكن يعني لأن العملية كوميرشيل ممكن ما تتحرقش بدري كده يحصل في الأمور لأنه في سنة من السنوات كانت تتسرب أن فان دايك هياخدها وفي الآخر خدها مثلا فان دايك متصدر القايمة فأحيانا آه فعلا المصدرين قوين جدا ولكن أحيانا بيبقى فيه حاجة بتخليف طب إنت على المستوى الشخص تعتقد من العفوزين خلي بالك فيه كمان كمان جورجينيو لو استعلى كده مع تشيلسي السنة اللي فات آه ما حصلش على البريميليج يمكن نقدم مستوىات رائعة كسب التشاملزليك مع منتخب الإيطالي كمان فاس ببطولة كبيرة اليورو 20-20 خلينا أقول وجهة نظرك أو أنت تتوقع من الفوز بازير الجايزة احنا كنا هنا لما جورجينيو أخذ أحصل لها في أوروبا صحيح وقلنا سواء أنه جورجينيو لو كان مراد أنه يحقق حاجة في البالندور مش هيددوله بتاعة أوروبا كانت المسألة واضحة كفاية جائزة اوه لا كفاية جائزة واحدة لأنه حتى يعني ما عشي هو أخذ ألقاب مهمة أهم لقابين على مستوى أوروبا بالنسبة لمنتخباته وبالنسبة للأنديادة والأبطال أوروبا واليورو ولكن مش يعني أصاد المردود الفردي اللي بيقدموا الأسماء دي كلها محمد صلاح كريم زيما لفندوفسك وحتى ليونيل ميسي اللي توج بلقب مع منتخب الأرجنتين وكان متوج بكأس ملك أسبانيا مع برشلونة السنة اللي فاتت أعتقد أن زوجينيو حظوزه مش كبيرة في البالندور أنا لحد وقت قريب كنت بقول أن ليونيل ميسي هو يعني خلاص أن المسألة محسومة يعني لأنه خد لقب الدولي المنتظر اللي كان بقاله 15 سنة تقريبا عايز ياخده وفي نفس الوقت ما طلعش خل الوفاد مع برشلونة لا خد لقب مع برشلونة قبل ما يمشي ولكن فعلا البدال المتوضعة اللي حقا ما يحدش فينا في الخيالات كلها كناتوقع أن ليونيل ميسي يععد 5-6 منشاط مع بريسان جمان بلا هدف بلا صناعة وبأداء متزبزب جدا وشخصيته في الحسم مش زي ما هي وكمان في مستوى محمد صلاح وليفندوفسك وكريم منزيم الهائل في أول الموسم فأعتقد أنه المسألة يعني أنا متخال أنها بتصوب في صالح ليفندوفسك اللي هو حقق ألقاب كتير فرديا ماشي بمستوى كبير جدا ومن الناحية الإعلامية والكوميرشيال أعتقد أنه في رغبة لتعويض ليفندوفسك أنه ما خدش البالوندور السنة اللي فاتت وكتفه بمنحه جائزة فيفا ذا بيست لأن البالوندور كانت ملغية بفعل لتداعات أزمة كورونا فأنا متخال أن ليفندوفسك هو الأقرب للتتويج بالبالوندور السنة ليفندوفسك طبعا بيقدم مستويات رائعة خلال العام اللي فات ومازال بيقدم بصراحة مع البيرن ولكن زي ما أنت قلت يمكن العملية بتبقى صعبة شوية دخول ميسي خروج ميسي وجود محمد صلاح في المركز التالي وأنا أقول دايما ولو محمد صلاح بهذا التقلق السنة أعتقد هو المرشح الأقوى إن شاء الله للبالوندور العام القدر طيب في حدث كمان مهم جدا بارشلونة وطبعا إقالة رونالد كومان شفت شفت الجولة التانية أو الجولة اللي فاتت من الدولة الأسباني إزاي وكلمنا عن رؤيتك هل فعلا لابورتا تأخر في إقالة رونالد كومان هل رونالد كومان مظلوم للظروف اللي بيمر بيها فريق بارشلونة لا هو مش مظلوم هو أعتقد أن رونالد كومان أخذ أكتر من وقته في بارشلونة بالذات مع النتائج المتعسرة الموسيقى أنا كنت مستنى الإقالة دي بعد الكلاسيكو لأنه ده ربع كلاسيكو بارشلونة يخسروا تواليا ودي ما سألة ما حصلتش من ثلاثينات أعتقد بارشلونة خسر كلاسيكو ثلاث مرات وربعة بارشلونة خسر أربع كلاسيكو منهم كومان بالضبط فرونالد كومان هي المسألة فيها شوية مفارقات بتقول أنه جماهير بارشلونة وإدارة بارشلونة بتملك ذاكرة السمك يعني زي ما بيقولوا لأنه في نفس اليوم للمفارقة اللي هو 28 أكتوبر بيرحل رونالد كومان هو نفس اليوم للسنة اللي فاتت بيرحل فيه جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة وده بيطرح تساؤلات رونالد كومان اللي انت ضحيت من أجله بلويس وارز بمنتهى الإهانة وكانت الطريقة اللي رحل بها لويس وارز أول مصمار يدف نعش العلاقات بين بارشلونة وليونيل ميسي لأن في الوقت اللي كان كله منتظر من ميسي يجدد عقده بقى رياحية شديدة المسم قبل الماضي بقى ميسي فجأك انه هو بيبعت بروفاكس بيقول لك أنا عايز أمشي رسمي فدي كانت أول مرة تحصل العملية بالوضوح ده بين ميسي وبرشلونة فأنت من أجل رونالد كومان يعتبر أنت ضحيب بسوارز وميسي مش ضحيب بسوارز فقط ضحيب بسوارز وميسي وضحيب بلعيبة كتيرة نشأة كان ممكن أنها تاخد ويديها 23-24 سنة مثال ريكي بويج مثلا أنها تاخد فرصة كبيرة في الفريق لمجرد أن رونالد كومان شخص برضه في قط اللبس مش ما بيعرفش يدير أندية كبيرة بحجم برشلونة وبيخرج للإعلام حاجات كثيرة بنفسه في المؤتمرات الصحفية بيخرج مشاكل كثير مع لعيبة صغيرة فأعتقد أن رونالد كومان كانت المسألة حتمية هم تأخروا بس لوجود الشرط الجزائل اللي هو كان 12 مليون يورو وبرشلونة معهوش المبالغ دي دلوقتي بيعاني من أزمة مادية طاحنة فأعتقد أن النتيجة كانت حتمية وجمهور برشلونة بيشكر فالكا أنا كمان من فترة طويلة يمكن قبل كمان الانتخابات وقدوم تاني أو رجوع لبورتا لرئاسة برشلونة هو الراجل كان بيتكلم بكل صراحة وبيتكلم أنا أول مرجع عليه الرئاسة مش هيكون رونالد كومان على رأس الإدارة الفنية حتى لو خد الليجة أو خد الشاملزيج فواضح جدا أنه كمان كان فيه مش هقول لك نية مبيتة لكن ظروف برشلونة النتائج اللي أقدمها كومان زي أنت بتقول بعض الصفقات لعيبة اللي رحلت كان لها تأثير كبير جدا جدا على خروجه وحنشوف برضو أرقام رونالد كومان لازم نبص عليها وحاق إيه مع برشلونة خلال الفترة اللي فاتت يعني زي ما بقول لك على مستوى المباريات عدى المباريات 67 مباراة فاز بأربعين مباراة واتهزم في 16 اتعادل في 11 له من الأهداف 141 وعليه 77 هدف يعني الأرقام ساعات بتكون مش دلالة كاملة وزي أنت بتقول الأرقام ساعات بتديك مرضوط غير وقوعي لكن الحقيقة بتقول أن فعلا رونالد كومان يمكن تتأخر شوية لابورتا في الإطاحة بي من ناحية الأرقام إحنا لو جئنا بصنا أن برشلونة حقق 27 نتيجة سلبية من 67 مباراة فده ممكن يكون معدل يعني سيء بس مش أسوأ حاجة يعني بالنسبة للمدرب مستلم فريق بيعاني تماما من هزيمة 8-2 من بارني ميونيخ نفسيا وفنيا ولعيبة كبيرة كتيرة مشيت هو معرفش يعمل مركات وبيعاني من أزمة مادية طاحنة ففي جزء رونالد كومان يعني بغض النظر عن يعني عن وجهة النظر البرشلونية العادية فيه ولكن لا هو رجل تظلم في أمور تانية ليه علاقة أن أنا جيت أول موسم مع مركات المركات اللي أنا عايزه فجئت بنادي مديون لما طلب لعيبة يعني فيه لعيبة هو طلبها السنادي جابها السنادي برشلونة زي إميرسون وبعوها في نفس المركات في نفس المركات ففيه لأ يعني فيه أمور آه هو تظلم فيها ولكن اللي هو ما تظلمش فيه وكتبوا بنفسه هي الطريقة اللي ده أدار بيها غرفة ملابس برشلونة الطريقة دي في نوادي بيبقى يعني يعني محتاجة إدارة غرفة ملابس بشكل معين منها برشلونة منها برشلونة اللي هي مثلا العلاقة بين أكاديمية لمسية والفري الأول المسألة دي مسألة ذات يعني ذات أهمية بالنسبة لجمهور برشلونة اللعبية برشلونة لأفكار برشلونة بشكل عام هو دمرها تماما حتى وإن كان من المزايا اللي هو عملها أنه وصعد لعبة صغيرة كتير من لمسية أو من غير لمسية يعني بيدري جابه من لاس بالماز آه كان برشلونة ليه أولوية في التعاقد معاه ولكن اللي اداله الفرصة بالحجم ده وخلى المرشح الأول اللي جازت أفضل لعب شاب في العالم تحسب لرونالد كومن زي جافي زي نيكو جونزاليس فيه كذا اسم يعني فيه مزايا بسيطة لرونالد كومن في الفترة دي بالنسبة لنقطة لابورتا الهدف الأبرز للابورتا أنه يدخل تشافي بشكل ما سواء مستشار أو يعني كان في الأول بيخطط أنه مستشار بس استضم بقصة الرغبة القطرية أن تشافي يكون موجوده مالف 22 ولكن هو دلوقتي خلاص الفرصة فرصة تدريب هو الراجل المناسب للمرحلة دي اللي برشلونة شايف أن تشافي عنده من الخبرات كافية أنه ممكن يكون عارف لو برشلونة في حالته الدنيا تمام لكن تعتقد تشافي أكيد اسم كبير إذا كان لعب أو حتى على المستوى التدريبي لكن هل تشافي هو الشخصية أو المدير الفني الصح في الوقت الصح لبرشلونة؟ يعني هو أفضل الخيارات المتاحة يعني لما نبص الخيارات المتاحة سواء مادية برشلونة مش عارف يجيب مدرب بعقد كبير لا مش عارف يجيب مدرب بعقد كبير غير أن الأفكار اللابورتا اللابورتا كتالوني متعصب بالأفكار الكتالونية المتعصبة بتقولك أن انت تجيب الاسم كبير لعب في برشلونة يعرف أجواء المدينة أجواء قدت اللبس ويديعرف يديرها ومفيش أصلح من تشافي في الوقت ده بيلعب بمنهج برشلونة بأسلوب التكي تاكا واحد من أبرز اللعبة اللي جات في تاريخ النادي يعني منظومة كتيرة في تسهيلات مادية هتحصل ودي نقطة مهمة جدا إن تشافي بالضغط اللي بيضغطه على قدرت السد القطري إنه هو عايز يروح برشلونة قدرت السد القطري هتلغي بنود كتيرة جدا بس بشرط إنه هيلعب ماتش السد والدحيل يوم 3 نوفمبر علشان كده تم تعيين يمكن المدرب الشباب بالضبط سيرجي برخوان لو لعب ماتش 3 نوفمبر ده تبقى في تسهيلات مادية كتيرة جدا فبرشلونة الأولوية دلوقتي لكل حاجة المسألة المادية تكون منتظمة فتشافي بيتهيألي إنه أفضل خيار متاح لأنه ما فيش خيارات متاحة كتير قدرت برشلونة سواء مادية أو الحالة اللي النادي بيمر بها سواء فنيا أو زهنيا أو أي حاجة فتشافي أفضل إسم متحدثة حتى الشرط الجزائي مليون دولار أعتقد مبلغ يعني هيا يعني ولسا في عين 12 لكما عشان يمشوه صحي طيب نيجي على نتاج الجولة يعني في الوقت اللي بيتعطر فيه برشلونة بالهزيمة كمان ريال مادريد ده بيتعادل واحد واحد كمان رؤيتك اللي يتعادل ريال مادريد والشكل كمان اللي يجي السنة دي برشلونة دلوقتي أعتقد في المركز الثامن هل قادر حتى تجافي أنه يرجع تاني برشلونة للتنافس حتى في المربع الدهبي ولا الأمور هتاخد وقت يعني فيه بروجيكت وفيه مثلا مشروع زي ما بيقولوا لشافي خلال الفترة اللي جاية يعني هي التكهنات في الأوقات اللي زادية كابتن ما بتبقاش يعني ما بتبقاش يعني صحيح لا موضوعية لسه اه ممكن من مطش 2-3 ممكن نستشف حالة عامة مثلا شافي هيخلقها ولا لأ ولكن إن برشلونة يرجع بتنافس على الدوري السنة دي دي حاجة شابهة بمعجزة لأن القصة كلها حتى في طرح اسم شافي هو استدعاء تجربة بيب جوارديولا ولكن بيب جوارديولا جي من أول موسم يعني بيب جوارديولا خد فترة إعداد طلب صفقة واحدة اللي كانت ساعتها دانيا ألفز في موسم 2008-2009 حصل عليها فكان جاي في أجواء أكثر استقرارا من اللي تشاب فيها ما كانش نادي مديون بأكبر مديونية في تاريخ الرياضة كلها يعني أكبر مديونية في تاريخ الألعاب الرياضية كلها مديونية ببرشلونة السنة دي اللي أعلنها أخوان لابورتا ولكن التنافس السنة دي غير كمان تعصر ريال مدريد أتليتكو مدريد تعصر بالتعادل اتنين اتنين والنتائج قدامنا برضو أحمد دي بورتيبو ألفز طبعا فاز على مفاجأة والفوز على فرشلونة واحد سفر ريال بيتيز فوز أربعة واحد على بالانسيا برضو ده كانت مفاجأة كبيرة ريال مدريد تعادل أمام أساسونا سفر سفر وطبعا سلتابيجو ده مباراة بتتلاعب النهاردة مع ريال سوسيداد وغناطة مع كتافي وليفانتي برضو النهاردة مع أتليتكو مدريد الساعة تسعة ونص انت شايف النتائج منطقية ومش شايف كمان زي ما بنقول ما فيش ما فيش الأرقام الكبيرة ما فيش 3044 يعني برضو ما زلنا الدوري الأسباني كان زي الدوري الإنجليزي كان فيه أهداف كتير شايف تاني السؤال اللي هيقرر نفسه خروج ميسي هل أضر تاني بالليجا ويمكن كان فيه هالة كبيرة بالنسبة لميسي بعد خروجه من برشلونة مأثر لغاية دلوقتي على الليجا الأسبانية طبعا اللي جا فقدت كتير بخروج السلاسي كريستيان رونالدو سيرديو راموس وكريم بن زي ما وليوني الميسي وقبلهم نيمار ولكن الدوري الأسباني السنادي هو بغض نظر عن مستوى الفرق ما بقاش بمستوى القوة اللي لديها الأسبانية فردتها في القرن من أول القرن للحادي والعشرين ولكن المنشط ممتعة جدا مسيرة جدا فيه كذا نادي بيتنافس في المقدمة حاليا بس ممكن ده ما يستمرش طويلا يعني زي ما احنا عارفين في الآخر خلص هتبقى منحصرة بين ريال مدريد وقتلتكو مدريد ولو برشلونة عرف يتعافى في الفترة اللي جاية وإشباليا بدرجة أقل إشباليا كان عنده فرصة أنه يتصدر لولا التعصر قدام ريال مايوركا والنهاردة قتلتكو مدريد عنده فرصة يتعصر لو كسب ليفانتي يتساوى مع ريال مدريد قيمة كبيرة بيديها ميسي ورونالدو وسيردي وراموس ونمار للليجا ولكن لا الفروقات كده قلت يعني الفروقات قلت فالدوري ممكن يكون لمحبي الإثارة ومحبي أن كل الفرق تعرف تكسب بعضها اللي بيحبوا النمط ده من الكورة هيقدروا يلاقوا في الليجا شيء كويس جدا منتج كويس بتقادل رايو فالوكان وفوزوا على برشلونة 1-0 وبعد الناس بعد المباراة تقولك طبع ديباي لو كان أحرز مثلا ضربة الجزاء كان هيكون فيه تغيير في النتيجة أو ممكن برشلونة يفوز لكن انت شفت المباراة فالنين إزاي إيه الأخطاء اللي عملها يعني رونالد كومان في آخر مباراة على رأس الإدارة الفنية يعني هي الأخطاء الماتش ده هي أخطاء كل ماتش اللي هو إنه أولا يعني في لحظات بناء اللعب أنت لازم يعني المدرب الكويس هو اللي في لحظة بناء اللعب هو اللي بيفكر إزاي دافع هو اللي بيفكر إزاي لما بابني اللعب ما بقاش مستباح بحيث أول ضغط يتضغط علي ما بقاش كل النص ملعاب يفاضي أو الباكات طائرة على ما فيه ده اللي بيحصل في كل ماتش مع برشلونة في مشكلة بناء اللعب بتحتفظ بالكورة كتير احتفاظ سلبي مالوش داعة كتير لعيبتك ما بقيتش تعرف تتعامل تحت الضغط بتحط لعيب زي سيرجي وبوسكتس اللي هو أفضل لعيب بيلعب تحت الضغط عندك في مساحات واسعة جدا بتخلي عناصر السرعة وعناصر القوة في فريق الخصم يعرفوا يضغطوا عليه أول ما بتفتك الكورة مدافعينك مش أسرع حاجة سواء جينارت كي أو إيريك جارسية فبتتعرض لهجمات مرتدة كتير جدا هو نفس الأخطاء الماتش دا زاد وغطى كمان ان انت معناتش تبني هجبة منظمة واحدة تقريبا غير اللقطة اللي جاء منها ضربة الجزاء وما كانش بصراحة راييفا يعني راييفا كانوا يستحق الفوز لأن الخطأ الكبير اللي ارتكبه هو الخطأ اللي جي منه الهدف بتاع فالكاو واللي كان يعني العدل ان ده اللي يحصل برشونة ما كانش يستحق الفوز وروناد كومان مارس نفس الأخطاء وما كانش من يعني من العدل ان دربة الجزاء بتاع دبيت ستصد علشان برشونة يتحط فعلا في الوضع الحقيقي اللي هو بيمر به قبل ما يدخل في مراحل أصعب بعدين في الشامبيونز ليج ويتلقى نتائج كاريسية هو في غين عنها او يروح الدور الأوروبي صحيح طيب خلينا برضو معنا أرقام اللي هذه المباراة لو نعرضها او نروح لكومان رونالد كومان وقال ايه نشوف الأرقام المباراة برضو نتكلم معاك فيها يا احمد أرقام برشونة وريو فلوكانو طبعا فوز واحد سفر بالنتيجة وطوع السفر الفرص تعال بقا لأن بعض الأرقام بتقول ان المباراة كانت ماشية بشكل مختلف فلوكانو خمس فرص حقا منها هدف واحد الأهداف المتوقعة كانت لصالح برشلونة 3.2 نسبة الاستحواز برشلونة 66% التمرات الصحيحة 89% لصالح برشلونة التصويبات 16 تصويبة لبرشلونة مقابل 12 لفلوكانو تتكلم على العرضيات 14 مقابل 9 ركنيات 7 مقابل 3 فالأرقام كمان بتقول يمكن أنا شفت المباراة كان فيه بعض الفرص اللي ممكن برشلونة يترجمها خاصة دربة جزاء اللي ضحها دي باي إنه يتقدم للمباراة لكن قد تكون قد تكون الأصلح لبرشلونة أن يتهزم في هذه المباراة كل الأرقام دي بتقول يعني زي ما تكلمنا على النقطتين الاستحواز السلبي والشوطة الوحيدة اللي أنترجحة هي دربة الجزاء اللي ضحها فما فيش لا ما فيش آلية البناء في لعب هجومي برشلونة اللي هي الميزة اللي برشلونة علمها للعالم الطريقة اللي علمها للعالم إنه أنا إزاي أولا العيبته تعرف تحتفظ بالكرة تحت الضغط تعرف تنقل الكرة بين الخطوط تعرف تطلعب بشكل منتظم تعرف توصل للتلت الأخير فأفضل حالة للمهاجمين دي المدرسة اللي بشعال لنا أنا أسألك قبل ما نشوف كومان نارونة كومان قال إيه سؤال لو أنت رئيس برشلونة وعندك المقدرة المالية المالية تقدر تعمل فريق يعيد برشلونة اللي أمجاد بمين اختار لي كده تلعت أربعة لعيبة لو معاك بلوز الخازنة مليانة تقدر تجيب مين أربعة لعيبة يقفوا أو يرجعوا برشلونة تاني اللي سابقوا عهدان يعني مبدأنا هرجع ميسي ده مياف في المياه خلصت خلصت طيب يعني لازم هالند 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 في البداية احنا محتاجين استرايكر بالحجم ده ممكن يعني فيه لعيب إسماعيل بن ناصر إسماعيل بن ناصر ميلان أنا أحس برشلونة محتاج الروح دي في الضغط والافتكاك برشلونة عنده كل اللعيبة اللي بتلعب ستة بشكل عادي وما بيغطوش مساحات كتيرة في الملعب ديونج يعني من كتر المدربين اللي تعاقبوا عليه في برشلونة بقى كمان هو نفسه بحاسس بحالة العشوائية اللي حصلة في النادي مشكلة شوية حصلت عادي بس هو ديونج يعرف يقدي الدور ده بامتياز بس لو أبسحت له كمان المعام الهجومية بيكون أفضل ولكن احنا عايزين لعيب زي ما بيقولو انت واحد لعيب في نص ملعب زي كانتي كده زي كانتي اه انا بشوف اسماعيل بن ناصر والله اسم كويس جدا طيب ادي كده اتنين يبقى هالند واسماعيل بن ناصر لو ترينت عليكساندر أرنولد طبعا في البكراهيد باكي مين أرنولد وجويلز كوندي مدافع إشباليا لو الفرق محمد صلاح طبعا محمد صلاح بس ده فوق الخزينة دلوقت ده راجل بيتكلم مش عارفين اتفعوله مرتا ولو عايز فلا الاسامي دي اعتقد انها مناسبة لبرشلونة وبعدين بقى الاسامي اللي طالعة من لمسية تقدر بقى تخدم على هالند صح هالند يبقى النقطة اللي تبتبني عليها الهجوم واهم حاجة في ده كله ان انا جيب باريك تنهاج مدرب ايكس يدرب برشلونة في الوقت ده لانه هو فعلا اسم مناسب خبير بالطريقة اللي برشلونة بنى تاريخه عليها لارس بفضل برشلونة لتجربة سابقة في الشمك ورزلية هالة جدا نعمل الارقام هالة طبعا في الدور اللولندي ومكتسح بارقام كبيرة جدا على مستوى اللجوم لكن خلينا مع بعض نشوف اخر المؤتمر صحفي لرونالد كومن قبل الاقالة من الادارة الفنية لبرشلونة واجهنا فريقا قام بالضغط علينا كثيرا لكنهم لم يستطيعوا الاستمرار وكنا متفوقين عند مشاهدة جميع الفرص التي سنحت لهم ولنا استطيع القول ان النتيجة ليست عادلة لكن هذه هي النتيجة ولا نستطيع تغيير ذلك خسرنا المباراة ليس بسبب موقفنا او طريقة لعبنا لانني لا اعتقد انه يوجد فريق اخر سنحت له هذه الفرص امام رايو فالكانو السبب هو انه لم نسجل اي اهداف فقط لا غير لا يمكن ان يقول شيئا ماشا احمد بعض الناس بتقول ان كمان سبب عدم قبول جماهير برشلونة والاول مرة بتحصل يمكن من فترات طويلة ان فيه بيصفروا عليه او المينزلوا فيه وفيه وفيه المؤتمرات الصحفية ان بعد المباراة ما بيعرفش يدير او يخرج الصورة بشكل حتى يرضي الجماهير بشكل او باخر يعني احنا قلنا هو لعب 67 ماشا مع برشلونة هزم في 16 انا متأكد ان 16 مؤتمر الصحفي بتوع الهزيمة هم دول بنفس لغة الجسد بنفس كل التعبيرات اللي هو احنا عملنا ماشا كويس جدا الفريق ضغط علينا النتيجة مش مستحقة بس احنا بنا نفش نجيب جوان طيب انت اخدت موسمة هو خدت الصفقة الهجومية الكبيرة اللي انت بتطلبها من السنة اللي فاتت اللي هي منفس دي باي راجعلك لعاب زي انسو فاتي عنده فينش حيل على المرمى بتعرف توصل اعتقد ان الباقي بتاعك يعني كل مرة بتطلع تقول احنا بنعرف نوصل والفرقة بتضغط علينا وبيستغلوا اخطائنا كل مرة انت بتعمل انت بتدين نفسك يعني مش بتدين حد انت بتدين نفسك لما تقعد تختلق اعزار وتختلق مبررات ده ده الشق الفني الشق التوتر اللي بيصدره جوه المؤتمر الصحفي اللي هو كل مرة بيحسسك انا قاعد لا انا ماشي لا انا قاعد لا انا ماشي هو بيستدعيها حتى لو الصحفين ما سألهوش هو بيستدعيها دايما وبيصدرها النقطة التالتة انه دايما بيلقي الكورة يعني بيلقي اللوم على اللعيبة ده بيخلق توتر يعني من غير داعي انت ممكن تدافع عن اللعيبة علشان يجيلك المدش الجاي او تاخد ريسك عشان يقدم افضل مردود ليه في المستقبل وتعرف تراهن عليه ولكن ان كل مرة تلقي اللوم على اللعيبة وتصدر له التوتر ما اعتقدش ده الطريقة المسلى لإدارة مؤتمر صحفي طيب نروح على الجانب الآخر ريال مدريد والتعادل مع اوساسونا بنتيجة سفر سفر وشفت المباراة زيها ريال مدريد برضو كان يعني قدر يبني يعني قدر يسيطر على المتش قدر يقدم اداء كويس متوازن بثلاث يام بس اعتقد ان ريال مدريد كان متأثر بدنيا بشكل كبير جدا وكان متأثر ان مدريد ما كانش موجود في التشكيلة الاساسية وكان متأثر انه مفيش برضو الشراسة اللي كان ريال مدريد عليها في الكلاسيكو في الجوع الثانتاشر والدليل انه برغم ان ريال مدريد هو اللي كان اكثر محاولة ولكن المحاولة الخطيرة الكبيرة كانت الاوساسونا كان يقدر يخلص المتش فيها وده نمط متكرر في المتشاط اللي بيتعادل في ريال مدريد السنة دي انه بيعرف يدير المتش كويس يستحوز يعمل كل حاجة بس ما عرفش يخلق فرص خطيرة كتير طب تعال نبص على رقم المباراة برضو لان فيه رقم كمان عايز اقف عنده طبعا اوساسونا والتعادل 0-0 مع ريال مدريد طبعا الفرص زي ما بنتكلم اتنين فرص لأوساسونا وست فرص طبعا لريال مدريد الفرقتين ما قدروا يحلوزوا منهم استحواز لصالح ريال مدريد بنسبة كبيرة يا احمد 71% مقابل 29% نتكلم على التمريرات 75% مقابل 90% لريال مدريد نتكلم على التصويبات على المرمى رقم برضو كبير لريال مدريد 17 لكن فيهم 3 بس ما بين القائمة والعرضة العرضيات 37 عرضية مقابل 8 لأوساسونا والرقنيات 11 فاللي كان ناقص ريال مدريد انه يجيب جول بهذه الأرقام يعني اللي كان ناقص زي ما قلت لحضرتك مساهمة أكتر من خط النص في الأمطار الأخيرة أنشلوتي الموتش المتأفل بتلاقي الأرقام في العرضيات كبيرة جدا جدا لأنه كنا تكلمنا برضو على النقطة بتاعت لما ألابة بيسقط يعني لما بيبدأ مثلا بيلعب سواء بيلعب قلبة فعاء أو بدأ الموتش باكليفت التمريرة المفتاحية اللي أنا بستغل سرعة فينيسيوس وبستغل تطوره السنة دي إنه بيقوم كاسر لبرا معندوش حلول كتيرة لحد دلوقتي بيقدمها وإن كان بيتطور بشكل متسارع جدا السنة دي في المعنى المدريد ولكن لسه برضو فينيسيوس مش كله كورة بيعرف يراوغ بها من الجناح بيوصل بها للمرمى بشكل ما ففينيسيوس بيساعد كتير بس سواء محتاج حلول من خط النص يعني مثلا إذا افترضنا أن أنا جناح وجات لكورة سنيحها في مكان كويس ويعرفتها راوغ أنا محتاج عشان أدخل محتاج لعب خط النص على الأل يجري بالباك ماذا بنتكلمة فيه 37 عرضية ما أحرص منها هدف طبعا دي أعتقد كمان رقم يعني صعب شوية اللي قاله أنشلوتين مدير الفني اللي ريال مدريد قال إيه بعد التعادل سفر سفر نشوف ما حضرتكم إنها قضية معقدة للغاية الشيء الوحيد الذي رأيته هو أن فينيسيوس كان يطلب من الحكم التحقق من حكم الفيديو المساعد ولم أستطع فهم السبب يبدو أن الخطأ يستحق ركلة جزاء لماذا لم يتحققوا من فار؟ لا أعرف المشكلة هي أنه لا يمكن معرفة ذلك أعتقد أنه في اثنتين من هذه المباريات الثلاث ضد شريف وأوساسونا كنا نستحق الفوز على ما فعلناه على أرض الملعب صحيح أيضا أنه يتعين علينا التفكير في أنه نظرا لخصائصنا فإن هذه المباريات أكثر تعقيدا بالنسبة لنا يمكنك القول بأنني مجنون لكنني أحببت الفريق ليس كثيرا خلال الشوط الأول بسبب تغيير في الاتجاه وعدم السرعة الكافية ومحاولة بجهد لإيجاد حلول مع الكرة على اليسار العداء كان أفضل بكثير في الشوط الثاني ولا أستطيع لوما اللاعبين على أي شيء أعطوا كل شيء وعلينا البقاء على هذا الشكل هل تصدقني أم لا؟ أعتقد على العكس تماما تصريح أنشلوتي ورونالد كومان واضح جدا وزي ما قال أحمد أن حتى لغة الجسد زي ما بيقولوا لا فيه ثقة رغم التعادل لكن عنده ثقة في فرقته بيطلع بيتكلم لا فرقتي عملت مباراة كبيرة عندي ثقة في اللعيبة ده مهم جدا كمان أنشلوتي يتكلم على نقطة مهمة جدا أنه قد واجه بعض المشاكل في الشوط الأولاني ويمكن بعض الجرائد أو الجريدة في أسبانيا كتبت أن رائل مدريد بيحب الفرق اللي بتلعب معها لعبة مفتوح أعتقد أساسونا كان بيلعب بشكل دفاعي منظم جدا في الشوط الأولاني والشوط الثاني ده العمل أزمة اللي أنشلوتي كمان أتكلم بشكل واضح جدا أنه سعيد بهذا النادي وسعيد بهذا الفريق وكلها نقاط إيجابية رغم التعادل لكن دي النقاط والرسائل الإيجابية اللي المدير الفني البروفيشنال بيعرف يتكلم إمتى ويدير المؤتمر الصحفي اللي صالح كمان في رقيته يعني شغله مش في الملعب بس وعلى الخطوط بس لكن كمان بره الملعب إزاي يكمل هذا الشغل بالثقة والثقة بفرقته وكمان بيبعث رسائل إيجابية لجماهير الريال مدريد لسه مع المحترف عندنا حاجات كتير جدا نتباح مع حضراتكم ومع طبعا النقاط فادي أحمد مجدي بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد خلينا نروح للدوري الإيطالي الدوري الإيطالي أعتقد السنة دي فيه منافسة كبيرة يعني أعتقد المنافسة ما بقيتش بس على فرقتين ثلاثة لكن ظهر في السورة مقارنة بالسنة اللي فاتت ظهر نابولي نابولي بيقدمه صلاة أكتر من رائعة على الجانب الآخر كمان روما مع طبعا جوزي مورينيو أمالت وطموحات كبيرة جدا للحصول على هذه البطولة بتتكلم كمان على يعني اليوفينتوس بعد الخروج كريستيان ورونالد وليوفينتوس أعتقد الأمور مش ماشية بشكل جيد الميلان بيعمل أداء أكتر من رائع شايف الدوري الإيطالي زي السنة دي عدد كبير من الفرق ممكن تنافس لكن شايفه زي بصفة عامة طبعا زي محارتك تفضلت وقلت المنافسة في المقدمة مشتعلة جدا بالذات بين ميلان ونابولي نابولي ضيف دائم على الصراع القمة في السنوات الأخيرة طرح نفسه بقوة كاسم كويس اسم كبير في الدوري الإيطالي بس ميلان اللي هو متصدر الدوري حاليا زي ما بيقولوا ربا ضرات النافع يعني انت هو التلات ماتشاط اللي هو اتغلبهم في الشامبيونز ليج وقضوا على أماله تعريبا في مجموعة صعبة فيها ليفربول واتليتك ومدريد خلوه يركز بشكل أكبر ممكن على الدور الإيطالي هو ما تعرضش لولا هزيمة حتى الآن في عشر ماتشاط فميلان لا بيقدم مستوى يعني غير إن هو جيد بس واضح إن بقى فيه نطج كبير في النتائج والحفاظ على النتائج لأنه دي اللي كان بيعني منها ميلان في السنوات اللي فاتت إنه فريم ما بقاش خفيف يعني بلغة الكرة زي ما بيقولوا يعني الماتش اللي فاتت جاي الجول مبكر من أوليفي جيرو وإحنا كنا تكلمنا قبل كده إن قد إيه لما يبقى عندك لعيب يعوض نجمك الأساس اللي هو زلتان إبراهيموفيتش بقى موجود دايما وقدر على التهديف وعنده خبرة ومتحمس وعايز يسببت نفسه كل دي حاجات بتديكوا عمق في التشكيل أوليفي جيرو بيقدم مستوى كويس جدا مع ميلان مطلع الموسم ده وحسم أكتر من براءة لو مش بالتهديف بالمساهمة في الأهداف بشكل عام فبيجيب واحد صفر في الوقت مبكر وبيعرف يحافظ بيسير الماتش بشكل مثال لحد الآخر قدام خصم في ديربي تورينو معلش متأسف قدام خصمه بحجم تورينو مش في الديربي لأن تورينو والديربي بتاعه مع ايفينتوس فميلان بيقدم مستوى ناضج وزي ما بيقوله ربا ضرات النافعة ممكن تكون نتاجك في الشامبيونز ليج مش أحسن حاجة بس تديك دافع أنك تكمل بشكل كويس في الكالتيو بإنتر ميلان بدأ وتعصر وبدأ وتعصر بس أعتقد أنه هيفضل رقم صعب في التنافس السنة لأنه مع تجديد عقد لوطارو كمان مؤخرا لسه النهاردة تقريبا مجدد عقد لوطارو لحد 2026 وهو عنصر مهم جدا في التشكيلة أليكسي سانشيز بيرجع يلاقي نفسه بشكل كويس جدا في التشكيلة السنة دي سيموني إنزاجي عمل توليفة كويسة جدا آه مش قادر يعني أعتقد أن لو كان أنتونيو كنتي موجود دلوقتي كان هيبقى الشكل مختلف لا كان انتر هيدوس من بدري أول ولو كان لسه موجود لوكاكو أشرف حكيم يعني الحركة اللي حصلت في المركات والسنة اللي فاتت اللي اضطر لها انتر ميلا بفعل تدعيات أزمة فيروس كورونا أعتقد فرقت كتير جدا ولكن هيظل انتر ميلا رقم صعب في الدور الإيطالي وأعتقد أنه هيدخل السنة دي بقوة برضو يوفينتوس على الرغم من البداية المتعثرة والطلوع والنزول والتأثر براحيل كيرستيار ورونالدو وسوق الحظ عانى برضو بصراحة من سوق حظ في ماتش ساسولو اللي تتغلب فيه 2-1 سواء على مستوى ان ساسولو كل ما كان بيوصل كان بيجيب أو على العرضة كرة ديبالة اللي استضمت بالقائم الأيصر لحرس مرمى ساسولو ساسولو بيكسب يوفينتوس لأول مرة في التاريخ في ملعب يوفينتوس ولكن يوفينتوس أعتقد أنه هلائم مع لجري التوليفة المناسبة ومع انتهاء الدور الأول هيكون يوفينتوس واضح بشكل كبير قوي مكانه على الأقل في المربع الزهبي ولما يدخل يوفينتوس 19 ماتش التانيين هو في مربع الزهبي أعتقد أنه تكون له حصوص كويسة جدا خصوصا في المواجهات الفردية مع ميلا ونابولي وإنتر ميلا بيعرفي كسب هو المنافسات اللي من النوع ده ومع عودة الجماهير كمان بيبقى العملية بيبقى فيها ضغط طبعا يوفينتوس بكلم على مورينيو بنتكلم على روما شوية روما يمكن في السنوات الأخيرة ما كانش بينافس شوية أنه يلعب في الدور الأوروبي لكن أعتقد الطموحات مع مورينيو والمشروع اللي عاملوا في روما بدأت طموحات تزيد وليه روما ما يكونش متواجد على الأل في الشاملز الليجي السنة اللي جاية وبالتالي الطموحات زادت شايف ازاي روما مع مورينيو السنة دي في الدور الإيطالي أعتقد ملامح المشروع لسه ما بانتشي ولكن هو جاي يعمل مشروع يعني هو جاي يعمل مشروع هيفيده وهيفيد روما لأنه هو مورينيو ما كانش بيدرب وكان هيقعد كده أطول من اللازم بعيد عن دكة التدريب وده مش حالة معتادة بالنسبة للجوزي مورينيو وكان محتاج مشروع طويل أأمة حاجة أن يكون مشروع طويل لفريق بيملك التحدي أنه يعمل حاجة واسم كبير بحجم روما فملامح المشروع لسه ما اتضحتش ولكن هو حتى الآن مورينيو أعتقد أنه هو هينظر للمسم ده بشكل رقم بحث أنا عايز أكون في مربع أنا عايز ألعب شامبيونز ليج السنة الجاية أولا ما يلعب شامبيونز ليج السنة الجاية هيعرف يعمل المركات واللي هو يدخله شامبيونز ليج بدايتهم بشكل بسيط يعرف مورينيو على الأقل يرجع لنفسه لهالة اللي هو بيحباه أنه بقى مدرب من الصفة في أوروبا اللي بيلعبه شامبيونز ليج المسم الجاي هيتضح فعلا ملامح إذا كان فعلا مورينيو عايز يعمل مشروع متكامل طويل الأمد لروما يخلق لهم فعلا جو تنفسي ولا لا هو حتى الآن في المركز الرابع في الدور الإيطالي أعتقد أن ده الهدف اللي هو بيحققه عنده ماش مهم جدا جدا الجاولة الجاية قدام المتصدر ميلا لو عرف فعلا أنه هو يدخل بالمباريات الكبيرة لقلوب جماهير الجيلوروسي روما أعتقد أن مورينيو هيعرف يوجد التوازن اللي هو عايزه ويعرف يرجع نفسه لأن مورينيو عنده أزمة فقدان ثقة برضه أيا كان الفعالة اللي هو بيظهر بها في المؤتمرات الصحفية ولكن هو من قمة المجد في تشيلسي وريال مدريد وبعدين ترنح كبير مع منشستر يونيتد مع أنه خد لقابين في أول موسم بس ألقاب دون المستوى كسر ربطة وكسر التعادل الأوروبي مش طموحات مورينيو بعد ذلك بحج مجلسة الوناتد الإخفاق في تشيلسي بعد ذلك الإخفاق في توتنهام أو ما عملش اللي هو عاوزه في توتنهام بشكل عام ابتدأ هو يحس أنه ليفلو في الكرة قل الحالة دي لما بتوصل المدرب يعاني من أزمة فقدان ثقة هو محتاج أنه هو مشروع طويل يلمس نجاحه ويدخل قلوب الجماهير واعتقد أن بوابته السنة دي لدخل قلوب الجماهير حاكتين أنه يكسب المتشاط الكبيرة يرجع روما يعرف يكسب ميلا ويوفينتوس وإنتر ميلا ونابولي بسهولة ويكسب يعني هو كان حزين جدا على الخط لما خرص الملاتسيو هي الحاجات دي اللي بترجع مورينيو إن ديربي روما اخسروا بالحاجات دي بتزعل مورينيو كان حزين أكثر ما كان مغلوب ستة واحد في دور المؤتمر الأوروبي لكن كمان العودة لأن ده اسم كبير كمان أنك خسران ستة واحد في المؤتمر الأوروبي وترجع وتفوز فيه السرياء ده كمان شخصية قوية جدا من مورينيو ونسيقه كمان من العيبي تعالى نعرف برضو نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ونشوف زي احنا عارفين أنه يمكن ميلا متصدر هذه البطولة الغد دلوقتي النتائج الجولة اللي فاتت من الدوري الإيطالي فينيسيا والهزيمة أمام سلستينا 2-1 سبيزا والتعادل مع جنوى 1-1 ميلا الفوز على تورينتو 1-0 ليفينتوس بيت هزم من ساسلو 2-1 أودينيزي تعادل مع فيرونا 1-1 سامدوريا هزيمة أمام أطالنطا 3-1 أطالنطا كمان من الفرق القوية جدا في الدوري الإيطالي أمبلي هزيمة 2-0 من الإنتر لاتسيو الفوز على فرونتينا 1-0 كالياري الهزيمة من روما 2-1 ده كمان كان فوز مهم جدا جدا لمورينيو وزي أنت بتقول وضع مورينيو في المربع الدهبي ويمكن ده زي ما أنت بتقول مؤقتا هو ده التارجت الأولاني واللعب على التشامز ليج السنة اللي جاي لكن نيجي كمان لسه لأليجري أليجري يمكن بعد رحيل كريسيان ورونالدو بعض الناس قال وهو ده كان التارجت عدم وجود من بداية قدوم أليجري وكان فيه زي ما بيقول ما فيش قابلية بالنسبة لرونالدو وأليجري بالنسبة لسيطرة رونالدو على الدريسنج روم أنت شايف أليجري مع اليوفينتوس الزي السنة دي خاصة أنه بيعاني لغاية دلوقتي في السرعة يعني خلينا نقول الحاجتين الحاجة الأولانية يا كابتن أنه توقيت رحيل كريسيان ورونالدو هو اللي كان مضر أكتر من رحيل كريسيان ورونالدو يعني توقيت الرحيل اللي بعد ما كدخل فترة الإعداد وقال للعالم كله أنه أنه مش ماشي يعني قال طلعي كتب عنده على مواقع التاصل الاجتماعي أنا مش ماشي أنا قاعدت يوفينتوس هو وسائل ألم لابد أن تتحرط دقة وا 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 وخلاص أنا كمدرب آي أن كانت علاقتي بالنجم ده بس خلاص حبتت بالي أنه ده في حساباتي يعني ده هيبضل معي حساباتي ليش عامل بلان بي أن أنا ممكن أجيب حد وهو أكون دماغه كان فيه خط الهجوم حتى هو تحدث في البري سيزون أن أنا بقى عندي دبالة وكيزة وكريسيان ورونالدو قالها علنا رغم أنه قاعد كريسيان ورونالدو في كذا ماتش في بداية الموسم على الدكة وده كان وضع غير مرضي لكريسيان ورونالدو بس مستحيلي بقى عندك كريسيان ورونالدو وما تبنيش عليه خطة اللعب بتاعتك حتى لو في أسوأ مستوياته بيظل لعب عملاقه أسطور يعني ولكن توقيت رحيله أنه مشي بالزبط في آخر كام يوم في المركاتو فأفقد يوفينتوس توازن كبير جدا سواء زي محارتك بتقول في الدريسنجروم والرغبة الانتصارية اللي عند الفريق أو في نفس الوقت أفقد اللاعبين بعض الثقة في أليجري أن في الآخر خالص رونالدو عمل اللي هو عايزه مشي ففي بعض الأحيان بتبقى فيه ظروف أقوى من المدرب ولكن أنا متأكد أن أليجري بخبرته في الدور الإيطالي وبخبرته مع يوفينتوس هيعرف يلاقي التوليفة اللي ترجعه زي ما قلت لحضرتك من شوية يعني مع انتهاء الدور الأول يوفينتوس هيلاقي نفسه مربع هيبقى وجد ما كانت مربع الزهب هيعمل إيه في مربع الزهب يمكن بقى فروق النقاط هي اللي تحسن المسألة ساعات يعني لو ميلان فضل التسع ماتشات اللي جايين ماشيهم زي العشر ماتشات اللي في البداية ومخسنش ولا ماتش وعرف يحقق منهم عدد النقاط ده أعتقد أن ميلان هيفرق بدري قوي هيفرق بدري قوي ممكن ياخد الكالشيو بدري لو فضل ماشي بالمعدل ده ويستنى منافسه من نابولي أو انتر ميلان ولكن لو يفينتوس هيعرف يوصل لحد مربع الزهبي أعتقد الإجراء هلاقي التوليفة من نفسه ما عندهمش نجم الأوحد ما عندهمش متوسط الأعمار صغير جدا العلاقة ما بين المدير الفني واللعيبة واضحة جدا أنها فيه هيرموني كويس قوي تعتقد أن ميلان قادر أنه يحصل على السري آر رغم وجود زي ما بقول نابولي بشكل أكثر من رائع رغم في الطريق يوفينتوس متواجد الإنتر أكيد هيرجع في وقت من الأوقات هل الميلان خاصة الميلان لأنني أتكلم عن الميلان لأن كان متواجد السنة الفاتي بشكل قوي لكن وجوده طبعا في الشامبزليج كان ليه تمحاط وأعتقد تمحاط دي راحت بشكل كبير ميلان استفاد طبعا من الكنافس الكبير اللي هو دخل السنة اللي فاتت على لقب من سكوديتو وصل لحد ما راح الأخير كان مرشح للتاتويج باللقب بعد فترة كبيرة عانا فيها من قبل كده زلتاني إبراهيموفيتش ليه دور بره الملعب واضح أنه جدا فرق في شخصية لعابة ميلان سيمون كار زي ما حررتك قلت ليه دور قيادة كبير جدا رحيل دوناروما فنيا مش أحسن حاجة لكن رحيل دوناروما ريح إدارة ميلان من صداع كبير جدا كان اسمه دوناروما والعروض اللي بتجي لدوناروما وقوة دوناروما مع إنه سنه صغير وإعلاقة دوناروما المتوترة بجمهور ميلان كانوا بيرمونوا فلوس في الملعب وهو بيلعب مع مباراة الفريق تهكم على علاقته بالنادي ورغبته في الرحيل غير عوامل تانية زي عاجات في النص اللي هو مثلا الأداء الوحش هو حظوم برضو كان سيء في ماتش ليفر بول بالذات في الشامبين في الماتشين بصراحة ماتش أتليتكو مادريد كان حظومه 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 جدا في سان سيرو فالخروج البادري أعتقد من الشامبين وزليج ريح الحسابات كلها ولكن في اسمين بارزين جدا ما نقدرش ننسيهم لما نتكلم عن طفرة ميلان أو عودته للتنافس أقل على اللقب السكوديتو هما ستيفانو بيولي وباولو مالدين ستيفانو بيولي المدرب اللي جاء من اللاشئ اللي هو مش متوقع خالص إن ده اللي كان يحل أزمات ميلان أو يمشي ميلان على الطريق الصحيح فجأة بيمشي ميلان على الطريق الصحيح وبمنتهى الحكمة وبروية وبيسير قودة لبس كانت متوترة جدا بمنتهى الحرفية وبمنتهى الإتقان وبقدر من المشاكل غير من وصول باولو مالديني في المنصب التقن الرياضي اللي هو بيتولف في ميلان لما بقى عندك أهم أحد من أهم الأساطير في تاريخ ميلان وإيطاليا موجود في المركز ده وموجود في المنصب ده وينجح في أول موسم ليه إنه هو يحقق شكل مختلف لميلان ده بيديه هو نفسه سقة أنه ينفذ اللي هو عايزه في الموسم اللي بعده وميلان قدر عملية مركاته ممتازة جدا سواء ومع رغم كورونا في الأعراض البسيطة اللي جات ورجعت وفي الانتدابات البسيطة اللي جابها من الدوري الإيطالي أعتقد ميلان لقى نفسه السنادي بشكل كويس جدا في الدوري الإيطالي هيعرف نفس بشكل أكثر شراسة من الموسم اللي فات ولما هيوصل للمحطات الأخيرة هيكون نفسه أطول والأهم من ده كله الفترة اللي احنا فيها دي يعني الفترة اللي احنا فيها دي التسع ماتشات اللي هو من هنا لحد نهاية الدور الأول لو ميلان عارف يقدم نفس المردود اللي قدمه في أول عشر ماتشات أعتقد هو المرشح الأوفر حظا الأوفر للحصول على نفسه طيب نروح لمباراة ساسولو واليوفنتوس نشوف أرقامها أنت قلت يعني كان اليوفنتوس بيقدي بشكل جيد كان ينقص بس إحراز الأهداف ساسولو طبعا وألفوز على يوفنتوس 2-1 فرص أربعة لساسولو وأحرز منها هدفين فيه تسع فرص لليوفنتوس قدر يحرز هدف واحد من التسع فرص نسبة الأهداف المتوقعة كانت لصالح اليوفنتوس بفرق كبير 2.3 مقابل 0.6 استحواز 57% لصالح اليوفنتوس التمرات الصحيحة 88% مقابل 86% لساسولو التسويبات على المرمى 14 تسويبة لليوفنتوس منها أربعة ما بين القائمة والعرضة مقابل 8% لساسولو العرضيات 16% لليوفنتوس 6% لساسولو ركنيات 4-4 زي ما أنت بتقول يا أحمد المباراة كانت لحد كبير في صالح اليوفنتوس لكن النتيجة النهاية اللي بتحسن من المباراة لكن واضح أن كان ممكن جداً تكون النهاية الليوفنتوس نتيجة أفضل ليوفنتوس يعني يوفنتوس مقدمش ماتش كبير قوي بس يوفنتوس كان متماسك كان قادر يعمل شكل هجومي في أكتر من وقت في الماتش توقيتات الأهداف كانت محبطة جداً بالنسبة لهدف ساسولو والكورة بتاع الدبلة اللي على القائم كانت هتغير أمور كتيرة جداً في الشروط الأول لو كانت أحرزت في الوقت دوت ويوفنتوس عارف يرجع للماتش بدري أعتقد أن يوفنتوس عانى من سوق حظ بسيط يعني مش مش ما بحملش القصة كلها لسوق الحظ ولكن يوفنتوس يعني ما استحقش الفوز بنسبة 100% ولكن هو عانى من سوق حظ كبير في الماتش ده طيب تعالى نشوف ترتيب أو جدول ترتيب يمكن بعد الجولة العشرة من السيريا آ وفقد الميلان زي أنت بطول ميلان لم يخصل لغاية دلوقتي في السيريا آ وكذلك نابولي عنده ماتش دلوقتي بيلعبه مع بولونيا لكن ترتيب لغاية دلوقتي الميلان في الصدارة بـ 28 نقطة نابولي في المركز الثاني 25 نقطة لكن نابولي بيلعب مباراة حالية يمكن من 8 مباراة عنده 25 نقطة لو فاز النهاردة أعتقد هيتساوى مع الميلان في المركز الأول الإنتر في المركز الثالث بـ 21 نقطة عندنا روما في المركز الرابع ودي قفزة لا بأس بها لطبعا فريق مورينيو ووجوده في المربع الزهبي أطالنطا من أقوى الفرق وبتلعب كورة رائعة في الدوري الإيطالي أطالنطا في المركز الخامس لاتسيو في المركز السادس ليوبينتوس في المركز السابع وفورونتينا في المركز الثامن في المركز التاسع ساسولو بـ 14 نقطة العاشر فيرونا 12 نقطة بولونيا في الـ 11 بـ 12 نقطة أمفلي في المركز الـ 12 بـ 12 نقطة تورينو في المركز الـ 13 بـ 11 نقطة أودنيزي في المركز الـ 14 بـ 11 نقطة سامدوريا في المركز الـ 15 9 نقاط فينيزيا في المركز الـ 16 6 نقاط وأكيد طبعا السبيزيا في المركز الـ 17 8 نقاط جنوى في المركز الـ 18 سيلزنياتا في المركز الـ 19 وكالياري في المركز الأخير بـ 6 نقاط يعني بين من الجدول هم 6 فرق أعتقد الميلان في القمة. نتكلم على إيراك في الترتيب. يعني هل لسه طبعا إحنا في الأسبوع العاشر النهاردة. لو نابولي بيلعب دلوقتي. لو نابولي كسب حيبقى في المركز الأول مع ميلان. لكن رؤيتك خلال الجدول. إذا كان في القاع أو في الوسط أو في المقدمة. يعني زي ما قلت لحضرتك. أنا متوقع. يعني التسع مرشاط اللي جايين دول. هيفرقوا جدا في شكل. من هنا لحد انتهاء الدور الأول. هيفرقوا جدا في شكل الدور الإيطالي. وإن كان أنا لسه برضو مصمم. أنه ميلان عنده حصوص كتيرة جدا السنادي. في الوصول للأمطار الأخيرة. وهو متصدر. وإن أنا ما بقى أخفلش اسمين. هما انتر ميلان ويوفينتوس طبعا. لأن انتر ميلان قريب جدا. مش بعيد. وفي نفس الوقت عنده الاستقرار. وفي أكتر من عام الموضوعي. بيؤكد أن انتر ميلان هيعرف يوصل. زي تجديد عد الأوطار. وزي عودة أليكسي سانشيز لبعض من المستوى السابق. والتوليفة اللي بيخلقها سيموني إنزاجي. رغم شوية يعني بيبان عليه بعض التوتر على الخط. ولكن طبيعي. لأن أول موسم ليه مع فريق من القمة الأوروبية. بحجم انتر ميلان. يوفينتو زي ما اتكلمنا أنه هيعرف يلاقي طريقه المربع الزهبي. لاتسيو بيقدم مستوى ممتاز جدا. صحيح. يعني بغض النظر عن مكانه من مقدمة. أو لاتسي بيحتلل مركز السادس. ولكن هو عارف بقي يلاقي أداء كويس جدا مع ساري. بيدرو ريدريجيز بيعمل معه مستوى كويس جدا في الأسابيع الأخيرة. من بعد ماتش روما بالذات. بيدرو جايب جون في ماتش فيورنتينا حسن بيه المباراة. هدفها جميل جدا برجل الشمال في أقصى المقصة بتاع حارس فيورنتينا. أعتقد بقية المراكز لسه الدنيا ما اتضحيتش. وإن كان يعني مثل النيتان أو كالياري يعني سبع نقاط وستة نقاط مع جنوة. آه قدام لسه الفوارق في القاعة. زي ما حالتك عارف بتبقى في جولة ممكن تطلع على الناس كلها وجولة تأخذ الناس كلها. فلسه شكل الدور الإيطالي. يعني أعتقد من هنا لحد نهاية الدور الأول الدنيا هتكون أوضح بعد كم. طيب لو جبنا سيرة الكرة الإيطالية ونتكلم على مستوى التدريب كونتي. كونتي أعقد رأيك بعيد عن الدور الإيطالي شوية. يمكن أتكلم على انتقاله للمان يونايتد. هل تعتقد أن سولتشاير كمان خلاص كومان مشي. سولتشاير وجود كونتي على رأس الإدارة الفنية قريب في المان يونايتد. ولا زين الدين زيدان وعلاقته برونالدو من خلال وجوده في ريال مدريد. سيكون لي رأي آخر وتفضيل. يمكن زيدان على كونتي في الإدارة الفنية للمان يونايتد في حالة قالت سولتشاير. يعني خلال أول نقول أن قالت سولتشاير تحدد لها موعد زمن. يعني دعموا بكل الطرق سولتشاير ولكن اتحطت لها بلان. يعني لما عملوا الانونسمنت البوست اللي على الفيسبوك أنه احنا بندعم سولتشاير في المباريات السلاسل المقبلة. الجملة دي معناها أن انت كل حاجة تتحدد على الثلاث موعدين تطلع تسريبات. النهاردة كان فيه تقرير في الميرور تعتقد الميرور أو الديلي ميل. بيتكلم عن أنه لا ما فيش ثلاث موعدات هو توتن هامل اللي جاي ده. موعدة توتن هامل اللي جاي ده. أي تعصر خلاص أي تعصر هيقلص لسولتشاير. وأعتقد أنه ده أقرب للمنطق لأن جمهور بعد الخمسة بتاعت ليفر بول ما فيش حمل أي تعصر تاني. يمكن حتى لو بالتعادل يعني. الموضوع مش هلجار سلط. أحمد معنا على سكايبا جوليو سيرجو طبعا على خلال سكايبا طبعا. ده الحارس البرازيلي الرائع وليه جوالات ويعني مباريات كبيرة جدا في الدوري الإيطالي من خلال روما. وطبعا من أفضل حراس المرمى في أمريكا الجنوبية بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي. سائل خير على الجميع وشكرا لكم. بنرحب بك مرة تانية على شاشة قناة النادي الأهلي. وخلينا تكلم أنت طبعا حارس مرمى رائع على مستوى أمريكا الجنوبية. ولعبت في الدوري الإيطالي بشكل أكثر من رائع. قبل أن نتكلم على الدوري الإيطالي ونتكلم على منتخب البرازين. خلينا تكلمك كحارس مرمى عظيم. حراس المرمى اختلفت شوية عن القرن الماضي أو العشرين سنة الماضية. حارس المرمى بقى عنصر مهم جدا جدا لأي مدير فني في التاكتك. في الشكل الخططي للفرقة. وده أعتقد أنت لديك رأي لأن مهم جدا جدا نسمع الرأي من حارس مرمى كبير زيك. بكل تأكيد حراسة المرمى اختلفت هذه الأيام عن الأيام الماضية. الآن أنت ترى والجميع يرى أن التكتيك ومباراة كرة القدم والخطة وكل شيء يبدأ من حراسة المرمى. وإذا كان حارس المرمى لديه بعض الفنيات الخاصة باللعبين المهارين هذا قد يصنع الفارق في بداية الهجمة وبداية اللعب. لذا كما تحدثت أنت عن هذا الشيء يجب على حارس المرمى أن تكون لديه بعض المهارات الخاصة من أجل أن يبدأ الهجمة ومن أجل أن يبدأ اللعب. وعلى عديد من المديرين الفنيين في هذه الأيام يقومون ببناء خطة اللعب من حارس المرمى. ما فيه الشك. طبعاً هذا عنصر أساسي وعنصر على المستوى التكتيكي حراسة المرمى. لكن كمان خلينا نعرف منك مقاومات حارس المرمى. نتكلم خاصة حارس المرمى مركز معقد شوية لازم يكون فيه بعض المخاومات والصفات يمكن لتختلف على لعيب الملعب نفسه. إيه أهم الموصفات داية من خلال الاتزان النفسي من خلال التدريبات المختلفة من خلال كمان القيادة من الخلف. لأن طبعاً حارس المرمى كمان عنده قدرة أنه يكشف الملعب كله. موصفات العالمية لحارس مرمى عالمي. أهم الشيء لكي تصنع حارس مرمى كبير هو طريقة التمرين وتطريقة التدريب. أسليب التدريبات في هذه الأيام اختلفت كثيراً عن الماضي. الآن هناك تكنولوجيا وهناك كورسات وهناك تمرنات بدنية خاصة بحراسة المرمى. الآن العالم تطور ونقتور. إذا ما نبدأ بأهم شيء هو التمرين. التمرين وطريقة التدريب. ثم التمرين البدني. الشيء الآخر الأهم بالنسبة لي هو النفسية. يجب أن تتعامل بطريقة نفسية مختلفة عن اللاعبين بالنسبة لحارس المرمى. لأن حراسة المرمى لديها مميزات ولديها أشياء خاصة كبيرة جداً. مختلفة عن جميع اللاعبين. إذا ما قمنا بالترتيب أول شيء التمرين. ثم التدريبات البدنية. ثم التمرينات النفسية والطبيب النفسي. وهذا ما يؤثر بشيء الإجابي. لكن هناك أشياء أخرى يجب أن يقوم بها حارس المرمى. يجب أن حارس المرمى أن تكون لديها سكة كبيرة في نفسه. وأن يهتم بالمخزون البدني لديها. يمكن كمان فيه لقطة قدامنا وكان طبعاً وجوده كحارس مرمى الفريق روما أمام فريق بريتشيا. طبعاً ده فيه الدوري الإيطالي سنة يمكن 2010. ويمكن إصابته ويتحامل على نفسه في شكل كبير جداً. وكانت إصابة قوية تحامل على نفسه طبعاً فيه خلال المباراة. لأنه كانت تغييرات كمان خلصت وتحاملوا على نفسه في وقت كان صعب جداً. دي كمان القدرات الخاصة لللاعب وخاصة حارس المرمى أنه ممكن جداً يكون عنده نوع كبير جداً من المصابرة. وقوة الأداء وقوة التحمل ده شيء مهم شفناه فيه من خلال يمكن مباراة روما أمام فريتشيا سنة 2010. مباراة بريتشيا مباراة أمام في زهن جوليو سيرجيو وزهن جماهير روما. هذا ما أكد على العامل البادل الذي تحدثت لديه. يجب أن أكون صادقاً ما كنت أتألم بشدة كان ألم شديد ست دقائق من الوقت بدل الضائع وكانت روما متأخرة أمام بريتشيا في النتيجة وانتهت التغييرات وانتهت كل شيء. اليوم الوحيد الذي بكيت فيه في ملاعب كرة القدم كان أمام بريتشيا. ولكن الأمر كان أكثر من ذلك حب روما وحب تيشيرت روما وشعار الجل روسي وما جعلني أستمر. بجانب هذا تلقيت بعض العلاج من خلال الطبيب الخاص بحراسة المرمى وتحملت على نفسي. وتحملت على نفسي وذلك لأننا نتمرن بعد التامرنات البدنية من أجل هذه المواقف. قد تعرضت لها بالمثل كما تشاهدون الآن أمامكم. كانت إصابة مؤلمة وهذا حرص الطبيب الحراس طلب مني إذا كنت أستطيع أن أتحامل أو أتتم إلغاء المباراة. كانت روما متأخرة في النتيجة وكان هناك خمس دكايا ووقت بدل ضائع. بكيت واستمريت في اللعب من أجل أن تعود روما في النتيجة. لكن لأن خروجي من الملعب كان سيخسر روما لعب آخر. ولهذا تحملت على نفسي. هناك بعض التامرنات على ذلك. ما فيش شك طبعا الإصرار والإرادة دي والعزيمة. ويعني ده من مواصفات اللعب الممتاز وخاصة في حراسة المرمى. بس خلينا أسألك كمان على حراس المرمى. وفي عملكة حراس المرمى. بنتكلم على أجيال كبيرة جدا زمان. ما كانتش التكنولوجيا ما كانتش موجودة بشكل كبير. وكان الاعتماد على تدريبات الشخصية بدون التكنولوجيا. هل أنت شايف أن بالذات حراسة المرمى هي الموهبة أم الصناعة؟ لأن فيه جدل كبير حوالي هذه النقطة. أنه ممكن آه طبعا لازم تكون الموهبة موجودة. لكن صناعة حراسة المرمى. هل هي بالأساس تعتمد بشكل كبير دلوقتي على التكنولوجي. وعلى التمرينات من خلال أدوات كثيرة جدا. وجهت نظرك إيه في النقطة دا؟ لا شيء صعب جدا. صناعة لا. ليست صناعة. حراسة المرمى ليست صناعة. كنت تصنع أي شيء. لكن لا تستطيع أن تصنع حارس مرمى كبير. موهبة في الأول والآخر. ثم تمرينات وتدريبات. ثم تستمع لنصائح مدرب حارس المرمى. ثم تستمع لنصائح المدير الفني. ثم يجب أن تتبع بعض التنفيذات وبعض التعليمات التي يجب أن تتعامل معها في المباراة. ليست صناعة. لن تستطيع أن تصنع شيء ولا تستطيع أن تصنع شخص. هي موهبة في أول الأمر. ثم بعد العوامل تستطيع أن تتغلب عليها. إذا ما تغلبت عليها ستصبح حارس مرمى كبير. هناك العديد من الحراس كدينو تزوف وتشيلابيرت وكامبوس ومانويل نوير وأليسون بيكر. لن تستطيع أن تصنع هؤلاء جرويجي بوفون، دينو تزوف، عزماء تافيريل في البرازيل. هؤلاء لديهم الموهبة العظيمة. وهؤلاء لديهم مميزات مختلفة. موجود أوليفا كان وبيتر شمايكل في أسماء كبيرة جدا. كانت تعتمد أكيد على الموهبة وليس على الصناعة أكيد. تفضل. بورتياري دي شيء. إيه؟ طيب. بالنسبة طبعا عرفنا أكيد طبعا الموهبة عامل أساسي كبير جدا. وجهة نظرك مين أفضل أربع حراس على مستوى العالم حاليا؟ نوع بورتياري. أم واحد في العالم. وبالنسبة لي أوبلاك يعني أوبلاك حارس عظيم ويقدم أداء رائع مع الأتليتيكو. وهناك حارس ثالث. أنا معجب في جوليو سيسر برليامو أدسو. ثم من هو النوير العظيم ويقدم أداء رائعه. صحيح كلها أسماء وحراس مرمى كبيرة جدا جدا جعلها لمستوى العالم. لكن كمان خلينا أقوله لو دلوقتي كمان بيطلع من أفضل ماتش. لما يكون حارس مرمى هو يكون من أفضل ماتش. على سبيل المثال وأكيد هو كان متواجد أو متابع طبعا كاس العالم 2018. في روسيا رؤيته للحراس المرمى المصريين. خاصة محمد الشناوي. وحصوله على من أفضل ماتش في المبرارة الابتتاحية في كاس العالم 2018. هناك بعض الأسماء العظيمة التي حرصت مرمى منتخب مصر. الشناوي يعجب أن يعلم العالم جميعا أن مصر لديها أن الشناوي حارس من أعظم من تواجده في حراس المرمى منتخب مصر. لقد رأيت مبارات الشناوي منتخب مصر أمام الأوروغواي. وحصل على مان أفضل ماتش. كانت جاهزة يستعقها بقدر. وشاهدت الشناوي أمام بالميراس. وكيف ساهم في حصول الأهل على البرونزية. صحيح. طبعا محمد الشناوي. أعتقد إن شاء الله بإذن الله. مصفيرة لسه قدامه طويلة. ويعود من الإصابة على ألف خير. عايزين نسألك على الكورة الإيطالية. ولسه كنا نتكلم مع نقودنا أحمد على الكورة الإيطالية. شايف الدور الإيطالي إزاي السنة دي. وهل تأثرت الكورة الإيطالية برحيل كريستيانو رونالدو عن اليوفينتوس؟ كريستيانو رونالدو واحد من أعظم اللاعبين في كل الأيام وكل الأزمنة. يتأثر بالطبع يتأثر لأن كريستيانو رونالدو دائما ما يجلب أنزار العالم لديه. وهؤلاء نجوم أمسالة ميسي ورونالدو. أنت رأيت الكلاسيكو كم تأثر برحيل ميسي ورحيل كريستيانو. لكن الدور الإيطالي يبقى أعظم الدوريات في العالم. أو ما بين أعظم الدوريات في العالم. ولديه جماهير ولديه عشاكو. لكن كريستيانو رونالدو الدور الإيطالي لن يترحل أو لن يتأثر برحيل كريستيانو رونالدو. لكن يبقى كريستيانو واحد من أعظم اللاعبين في العالم. السؤال الأخير قبل منهي الحوار معك. توقعاتك للبالندور ورأيك في تواجد محمد صلاح إن شاء الله يكون متواجد في الشورت لست. توقعاتك للفائز بالبالندور أحسن لاعب أو جائزة الزهبية الأحسن لاعب للموسم المنقادي. صلاح يصنع المجد ويعمل أشياء خارجة في كرة القدم ليس فقط هذا العام ولكن منذ عدة أعوام وصلاح يصنع المجد لقد صنعوا في فيرونتينا وصنعوا في روما وتألق ونضغ في ليبر بول محمد صلاح يستحق كائزة كبيرة كالبالندور ويستحق هذا لأنه لعب خارجة. فعلا الأشياء الكثيرة. وقد تفوق على رابح ماجر وتفوق على لعبين كثير في أفريقيا محمد صلاح فقرة لمصر يجب أن تفتكروا به ويجب أن تتغنوا به لأن مصر لن تنجب العديد مثل محمد صلاح لس فقط في مجال كرة القدم صلاح كنت قريبا منه ونتحدث لكن لعب يشتغل على نفسه كثيرا ويستمع دائما للنصاح ويطور من نفسه. يجب على الشعب المصري ويجب على الإعلام المصري أن يكون فخورا من محمد صلاح. وإذا ما سألتني عن حزوز محمد صلاح بالفوز كرة الزهبية العام القادم سيكون هو الفائز بها إذا ما استمرنا بمستوى. إن شاء الله. يعني نشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي وزي ما بيقول إن شاء الله بإذن الله إذا استمر محمد صلاح على هذا الأداء وهذا التقلق أكيد هيكون الحاصل على البلندور هذا العام. ولكن محمد صلاح دلوقتي هو أفضل لاعب في العالم. فاصل ونرجع نتواصل في المحترفة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أحمد تعالى نتكلم زيما للتقرير كاس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية ودور الستاشر ونتائج فيها مفاجآت ما فيش شكل لكن دايما دايما مباراة الكاس وده نتكلم عليه إن المدير الفني دايما بيشتغل إنه يحط الفريق التاني يدي الناس اللي ما تاخدش يمكن من خلال البريمير ليج يديله بعض الماتشات شفت مفاجأة وستهام والفوز على المان سيتي إزاي؟ طبع مانشستر سيتي عانى من الماتشات يعني من ماتش شابه الماتشات اللي بتعثر فيها السنة دي كلها أو عموما مع بيب جورديولا ان ماتش بيوصل فيه للمرمة كتير جدا ولكنه بعجز عن تسجيل أي هدف ركلات الترجيح طبعا ما لهاش أي قواعد أو مقيس وبشكل ما الجولة دي كلها في كاس الرابطة على الرغم من إن كاس الرابطة مش أولوية الفرق الكبرى الإنجليزية اللي هي بتنافس أكتر على الدور الإنجليزي وعلى الشامبينز ديج ولكنها بتظل مهمة في عداد البطولات لكل مدرب والكل نادي في آخر الموسم وعشان كده فريزا ليبربول قادر نواء يدخل الماتشات اللي هي أقل أهمها دي بتشكيلها مثلا تحتوى على أوريجي مثلا على مينامينو على أسامي بالكواليتي دي يقدر يحسب بها الماتشات وده اللي عمله مع إن الخصم كان أقل منه بكتير جدا صحيح يمكن النتائج قدامنا أحمد ونتكلم أن تشيلسي كمان كان عنده كان عنده مشكلة أمام ساوس هامتون كان فيه تعادل ويمكن تشيلسي تقدم أو فاز بدربات تربيحة 4-3 الأرسنال فاز على ليدس 2-0 كوينس بارك رينجرز كمان كان التعادل بعد ساندرلاند والخصارة 3-1 بدربات الجزاء ستوك سيتي إنهزم من برينت فورد 2-1 وستهام يونيتد كمان زي ما بنتكلم مع المان سيتي والتعادل 0-0 والفوز بدربات الجزاء الترجحية 5-3 ليستر كمان على مستوى دربات الجزاء بعد التعادل 2-2 مع برايتون بيفوز 4-2 بيرنلي والهزيمة أمام توتنهام 1-0 فريستون طبعا أمام ليبرفول 2-0 دايما المباراة الكاس بيكون فيها مفاجآت لكن وستهام بشكل خاص تحس أنه يعني أقصى الدور اللي فاد الدور للـ 32 الفريق الأكبر كمان في مانشستر اللي هو المان يونيتد عنده طار مع مانشستر عنده طار مع مانشستر خرج البريتين بشكل فزا أنت بتقول فيه أولويات لكن تبقى في النهاية بطولة بتضاف إلى خزينة النادي بالضبط وستهام كمان السنة بيقدم كرة كويسة جدا بوجود اسمين زي سعيد بن رحمة ومايكل أنتونيو فيه نقطة كمان مهمة أن أرسنال ماشي بمنحنة تصعودي سواء في البريمير ليج أو في كسر لابطا يعني جماعة أرسنال بتأمل أنه ما يفقدش المساري التصعودي ده برينتفورد برضو بيحط نفسه بين الكبار في إنجلترا حتى ولو بالوصول لمراحل أكثر تقدما في بطولة بحجم كسر رابطة لإنجليزية بتضاف إلى المستوى الجيد اللي بيقدمه في البريمير ليج في أول الموسي نقطع كلامك الأرقام دي يعمل بتأكد كلامك أن في مشاكل بتواجه الساعات فريق المان سيتي من الاستحواز وفرص كتيرة زي ما احنا شايفين تسعة فرص وفرص منها فرص حقيقية ما قدرش يحقق طبعا منها ولا هدف طبعا المان سيتي أمامه وستهام والأرقام قدام حضراتك والأهداف كمان المتوقع كان بشكل كبير لصالح المان سيتي 2.4 بنتكلم على استحواز للمان سيتي بنتكلم على التماريات صحيحة للمان سيتي 90% بنتكلم على التصويبات 23 تصويبا للمان سيتي طبعا تمانية ما بين القائمة العرضة في وستهام 7 تصويبات فقط عرضيات 14 للمان سيتي مقابل 10 9 يعني ضربات ركنية لصالح المان سيتي مقابل 2 زي أنت بتقول في بعض المباريات وخاصة لما بتلعب فريق مش هيقولك بدافع بشكل أو بخر لكن عنده نواحد دفعية بشكل أكتر المان سيتي عنده فرص بيقلع فرص لكن ما بيسجلش الظبط وده اللي خلق أولوية جوارديولا السنة اللي فات بعد جريليتش كان صفقة هاري كين يعني الهدف الرئيس اللي جوارديولا فعلا كان بيسعاله في المركات واللي فات هو هاري كين لو فعلا كان قدر منشستر سيتي جيب هاري كين في الوقت ده أعتقد أننا كنا بصدد نسخة لا ترحم أي نادي انجليز لأنه هي القصة كلها أننا من الثلاثة وعشرين كرة اللي عجون أنا شط تمانية أون تارجد ده الوحدة الفرق ده كله بيعبر لك عن مستوى الفينيش مع كامل بين التمانية ما جبتش ولا جون ده بيعبر لك أنك بعيد جدا جدا يعني محتاج حد يكسف القدرة التهدفية لك في ظل بقى أن أنت عندك كل عوامل أحسن فريق في العالم تقريبا بيصنع لها بكل خطوط وسواء بقى من خلال رياض محرز أو فودن أو راحيم ستيرلينج حتى جابريل جيس اللي هو على الرقم 9 هو دوره الأساسي كمحطة وكصناعة اللعب أو خط النص ورد بروين وجندجان عندك أساء ورودري وفرناندي أسامي كتير جدا بتصنع اللعب في منشستر سيتي ولكن ما فيش أسامي كتير تنهي يعني دي الحلقة النقصة المفقودة في خطة بيب جوارديولا وده كان هيبقى مهاجم جديد على بيب جوارديولا يعني حتى بيب جوارديولا ما تتعاملش كتير مع مهاجمين بوكس في الصندوق كده حتى في برشلونة في أزهى فتراته قعد مع سامول إدتو موسم واحد ومشاه زلتاني إبراهيم وفيتش موسم واحد ومشاه الحد ما جديد فيها اللي هو المهاجم اللي قدر يبني عليه طريقة لعبه هو مهاجم متحرك جدا ما بيرتكسش كمحطة بيجي من وراء بيساهم في صناعة اللعب ده المهاجم اللي بفضله بيب جوارديولا فأعتقد هو السنة دي مع كل صناعة اللعبة دي ومع ماتشات كتير جدا منها ماتش الليفر بول السنة دي هو هو الفريق الوحيد اللي قدر يحط الليفر بول في موقف محرق جدا في الأنفلد وكان قادر يخلص الماتش كله بينهم اللي هو خلص اتنين اتنين بتقلق اللي جاء في محمد صلاح الجون العالمي بتاعه وصنع هدف تاني للساديو ماني أعتقد أن مانشستر سيتي عمل كل حاجة في الكورة بالزاد في أول 45 دقيقة ولكنه عانى من نقطة الإنهاء في المراحلة المتقدمة في الشامبينز ليج ما اعتقدش إن ده هيكون تكر في الوينتر ترانسفير ممكن يكون فيه تارجت سترايكر راس حربا متواجد في المان سيتي طالما أنت بتقول أو الناس شايفة مش انت بس يعني معظم الناس حتى على مستوى التحليل الفني للمان سيتي أنقصهم سترايكر هدف هلت تتوقع أن يكون موجود حد في الترانسفير اللي جاي أعتقدنا هو هجيب مهاجم يعني هو ما فيش فرص كتيرة متاحة درده دلوقتي ولكن منشستر سيتي لما يحب يجيبها يجيب يعني مش هيلاقي أي مشاكل يعني بس في الوينتر ما اعتقدش إنه هو هيعرف يجيب الاسم اللي هو عايز هو جورديولا بيحبز هالند مثلا اسم زي ده ما بيجيش في الشتاء اسم زي ده بيجي في الصيف بخطة مركاتو محترمة جدا تبني لها رقم كبير جدا لأنه متوقع المركاتو الجاي بتاع الصيف الجاي هتبقى الأرقام المطلوبة بقى في هالند ومبابي والأسامي دي بعد التعافي من أزمة فيروس كورونا رقم عالية جدا جدا يعني خصوصا لو مبابي ما جددش يعني اسم بابي لو ما جددش هو في طريقه العدم التجديد غالبا مش هجدد رايح بالمدريد فري ولكن هالند هو الاسم اللي أعتقد مقنع لجوارديولا كسترايكر ومقنع العالم كله جوارديولا بيحاول يوجد التوليفة اللي هو عاوزها قبل ما يبتدي التجربة تكون مملة ليه بصراحة في منشستر سيتي لأنه كان صرح نهاية الموسم اللي فات أنه عايز تجربة مع منتخب محتاجي يرتاح شوية بعض الأخبار عن تولي الإدارة الفنية منتخب أسبانيا لكن يمكن ده البلان اللي جاي يمكن لو لا هو عنده فكرة مجنونة تانية أنه يدرب البرازيل هو عايز يدرب البرازيل لأنه عايز كوالة اللعب البرازيلي بالنسبة له شيء مختلف بعد استراحة موسم أو موسمين ولكن هي التجربة قبل ما تبقى مملة بالنسبة له أعتقد نوع جوارديولا بيحب بيجرب شيء جديد وأخذ عليه في تجربة منشستر سيتي أنه أنفق مبالغ طائلة جدا جدا ومحققش كل الأهداف هو عمل نادي تاني منشستر سيتي غير النادي اللي كان قبل بيجوارديولا بالتأكيد فرقة كرة تانية خالص غير لكن الحصول على مثلا دور الأبطال أوروبا لا يوجد أي حاجة أنه يحصل على دور الأبطال أوروبا لاستقرار لاسكواد لعيبة لأداء يعني لشكل مدي منتظم النادي بقى مفضل لكل اللعاب الكبار في أوروبا بيعرف يستقدم من الليجة بيعرف يستقدم من جوة البريمير ليج بيعرف يجيب من الكالشيو بيعرف يجيب أي لعيب هو عايزه في أي وقت فالهدف الأكبر هو دور الأبطال أوروبا في جواردولا ما حققوش أعتقد العامل المهاجم محوري زي ده يخلي من الثلاثة وعشرين والثمانية يعرف يجيب جولين وثلاثة مرتاح في كل ماتش ما يحتاجش كل القدر ده علشان يوصل في الآخر ضربة الجزاء ويفقد بطولة زي كاس الرابطة الإنجليزين صحيح دايما يمكن بقى قبل يعني ننهي اللقاء الجميل ده معاك عايزة كمان رأيك في نتكلم على الكاس ومفاجئات الكاس على مستوى ألمانيا وخسارة كنبلة 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 وخسارة الباير من أمام مونشنجلاد بخ في كاس ألمانيا في يوم والتوماس مولور قال أنا ما تعرضتش لشيء شبيه بكده في حياتي مع أنه هو خسر ستة مثلا من أسفانيا بس هو فعلا مع بارن ميونخ لما تخسرها مع بارن ميونخ بتكون غريبة وتقيلة خصوصا لما تخسرها من نادي ألماني يعني نادي ألماني يكسبها خمسة صفر بالشكل ده ومونشنجلاد بخ الخمس تجوان بما فيهم ضربة الجزاء اللي تحصل على مونشنجلاد بخ تحس إن بارن اللي كان بيلعب بالظبط نفس الطريقة في الضغط نفس الطريقة مش ممكن يا كمان يعني طبعا النتائج قدامنا على الشاشة كمان لكن أنا هاخد نتيجة طبعا دورتموند دورتموند يعني كسب ويمكن أوليفا كان كمان تلعب بتويتا كده حلو قوي وقال بيبارك لدورتموند ويقول لهم يعني خلي باركوا السنة الجاة مش هتكون بالسهولة دا عايز أقولك إن وارد وده الرسالة اللي احنا بنوصلها كمان للناس وارد إنك تكون فريق عظيم زي فريق باير ميونيخ وإن خلال مشوارك إذا كانت خلال دوري أو كاس إنك وارد إنك تخسر خمسة سفر ونتيجة كبيرة وشوفنا كلام ده لفرق كبيرة جدا فريق روما مع مورينو خسر ستة بنتكلم يعني بس هي المفاجأة إن كانت إن فريق في أقصى حالاته البدنية والفنية فريق الباير الناس عارفة طبعا إنه هو حتى لما بيجي في جون بيعود باثنين وثلاثة واربعة إن يخسر خمسة سفر مع مونشنجلاد باخر النقطة المهمة برضا يا كابتن إنه في نظرية افترضت مع وجود هانز فليك لما جيه والثورة التكتيكية اللي حصلت أعتقد في الكورة يعني هانز فليك بالنسبة لي مدرب أندر ريتت جدا يعني مشواخد قدر اللي هو عمله في الكورة في السنة اللي هو تولى فيه سنة ونص اللي تولى فيها سنة ونص تدريب بايرن ميونيخ الراجل ده عمل شكل كورة مختلف تماما يعني ما بيدرسش بشكل يستحقه المدرب ده لأنه ما عادش كتير ولأنه مش كثير التحدث في وسائل الإعلام أعتقد أنز فليك يعني عمل مدرسة ريسكي جدا في الكورة ممكن أكتر من برشلونة ومن آيكس ومن أفكار كرويف لأنه أحيانا كان بيعلق اتنين باكات بس فعلا يعني اتنين باكات بس في نص الملعب وبيضغط فعلا بالتماني ده اللي حصل في ماتش التمانية اتنين وده اللي كان في ماتش التمانية اتنين مع برشلونة اللي هو أقوى ماتش في تاريخ بايرن ميونيخ تقريبا اللي هو اكتسح خصم بحجم برشلونة في وجود ميسيو في وجود سوارز وفي وجود عناصر أساسية ومهم اكترى في تاريخ برشلونة ولكن في الماتش ده نفسه بايرن ميونيخ اتعمل عليه أكتر من هجمة خطر جدا في أسوأ حالات برشلونة وده دليل انه آه هي خطة هيلة ومحتاجها أداء بدني عالي جدا ولكن برضو بايرن ميونيخ وده اللي اتضح ماتش مولشنج لابخ مساحات هيلة ورا يعني مساحات السلوب بتاعه نزف لك آه ما مشيش عليه ناجلزمان بالشكل بحزافيرو ولكن ناجلزمان مدرب ليه مدرسة ولهيه أفكار مختلفة ولكن اللعابة بايرن ميونيخ جواها بتنفذ الطريقة دي سواء في الضغط أو اللي افتكاك بنفس الشراسة وأحيانا بنفس السازاجة أحيانا بتوصل لحد السازاجة أول لما يبقى فيه خص عارف بس هنا الكرة طبعا هنا أنا بقشيد يعني رامي بن سابعيني عمل مباراة غير الهدفين هو عمل مباراة عالمية مع مهاجم اسمه امبولو 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 المهاجم ده من أول موسمي قده مستوى ممتاز جدا مع مونشن جلاد بخ اللي هو بيقدم عموما مشات قوية على بروسيا على ملعبه قدام بايرن احنا هنعرف كمان ازاي بايرن ميونيخ اتغلب خمسة سفر من مونشن جلاد بخ لكن طبعا بنشكرك يا احمد شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ودايما بيبقى اللقاء يتاري معاك ويعني دايما كده متعلق يعني انا بتشرف جدا بكل مرة ببقى فيه مع حادتك وبشكر حادتك على الفرص الكتيرة اللي حادتك شكرا جزيلا بعد الفاصل نعرف ازاي مونشن جلاد بخ احرص خمس اهداف في بايرن ميونيك